وَكَذَلِكَ أَوْلُحَيْنَا إِلَيْكَ أَوْلُحَيْنَا إِلَيْكَ أَوْلُحَيْنَا مِنْ أَمْرِنَا إِلَا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آه الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل الذين ظلموا ذوك عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين أرأيتم معنى أخبروني يعني أخبروني أيها المكذبون أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا يعني إن جاءكم عذاب الله بياتا ما قال ليلا قال بياتا أن الإنسان قد يقضي بعض الليل وهو يلعب ثم بعد ذلك ينام فهو يبيته يقول الله تبارك وتعالى بياتا أي عند نومكم وأنتم لا تشعرون أو نهارا حتى ما يقال إن العذاب لابد أن يأتي ليلا أو بياتا لكنه للتخويف أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون هذا من حماقة هؤلاء أنهم بلغوا من الحمق أنهم يستعجلون بالعذاب يستعجلون بالعذاب المفترض أن المجرم الذي يعرف إجرامه ولا جرم أعظم من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى فإنه يخاف من أن يأتي العذاب فهو يبتعد عنه ويخاف من وقوعه لا أنه يستعجله بنفسه فهذا بدليل دليل على حمقهم وعلى قلة عقولهم يقول ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به وهذا تأنيب لهم آخر يعني إذا وقع هل يكون الإيمان وقت الوقوع فقط آه الآن يعني الآن تؤمنون بهذا العذاب وقد كنتم به تستعجلون كيف تستعجلونه ثم بعد ذلك يعني لما يقع تخافون منه أنتم الذين كنتم تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد يعني هذا العذاب ليس شيئا عابرا بل هو مقيم كما قال الله تعالى إن عذابها كان غراما يعني مقيما لازما لهم ومنها الغريم الذي يلازم غريمه حتى يأخذ منه ماله الغرام يعني الملازم فعذاب جهنم هو غرام ويقول الله هنا ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هذا عذاب أنتم باقون فيه عذاب طويل هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون لأنكم لكم أعمال قلبية وأعمال ظاهرة ربما الأعمال الظاهرة في بضع سنوات أما القلب هو مجبول على أن يعمل هذه المنكرات من الشرك فما دونه فالقلب مجبور بحيث أنه لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فلذلك كان العذاب عذاب الخلد بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو؟ يعني هل هذا اليوم الذي هو يوم القيامة آت لا ريب فيه؟ هل هذا هو حق؟ هذا اليوم الذي يخافون منه هل هو حق؟ قل إي وربي إي وربي أمر الله نبيه أن يقسم على يوم البعث إي وربي إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وهذه الآيات لها نظيرها في القرآن يعني كما يقول ابن كثير في هذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله فيهما أن يقسم به على من أنكر المعاد أما الآية الأولى فهي قوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم قل بلى وربي لتأتينكم وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعث وهنا في آية في آية سورة يونس إي وربي يعني أمر الله نبيه أن يقسم به ربوبيته سبحانه وتعالى في الرد على من زعم أن الناس لا يبعثون الذي أنكر المعاد أنكر البعث قل نقول له إي وربي بلى وربي كما قال الله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم وقال الله تعالى قل بلى وربي لا تبعثن وهنا في هذه الآية قال إي وربي ويستنبئونك أحقه قل إي وربي وختم الآية أما أنتم بمعجزين يعني لا يمكن أن تخلصوا هذا عجز عن الخلاص وتأكيد وقوع العذاب عليهم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك وتقبل منا يا كريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك أولوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أولوحينا إليك روحا من أمرنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة